من ممثليه تحت قبة البرلمان بدور فعال أكثر من الدورات البرلمانية السابقة بغية تشريع قوانين تهدف لمعالجة ملفات البطالة والسكن والتلوث بالإضافة إلى المشاريع المتوقفة أطمح أولانا تطلع أن يكون أعضاء مجلس النواب العراقي من محافظة البصرة هم فقط أرقام إضافية للقوائم السياسية هم فقط حضورهم وغيابهم بأوامر أو بتوجيهات من قادة الكتل السياسية إنما نطمح ونتطلع أن يكون لهم موقف ودور فعال في تبني مشاكل أبناء مدينتهم هي بتوفير أبسط مقاومات الحياة والخدمات للشارع البصري لكن كما قلت أنه اليوم أعضاء البرلمان في البصرة غير قادرين على توفير باعتبار أن هناك حكومة مركزية ومشاريع مركزية وحكومة محلية لا تستطيع أن توفر للمواطن ما زالت هناك محاصصة سياسية في البلد برلمانيون من المحافظة أكدوا سعيهم مع الجهات المختصة للمطالبة بحقوق المدينة من خلال تقديم خطط طموحة لمشاريع وقوانين جديدة وإعادة الموازنة إلى الحكومة من أجل أنصاف مدينتهم أعتقد أن مطالب البصرة مشروعة أعتقد أن أبسط حقوق البصرة أن تكون مدينة اقتصادية مدينة ترفع عنها البطالة مدينة ترفع عنها الأمراض السرطانية مدينة لها كافة ملفات الخدمية لماذا هي الآن كأن مدينة ليست صالحة للسكن التام فإحنا بهذه القوانين التي سوف نقوم بدراستها وتشريحها لخدمة المحافظة وكذلك حتى في الموازنة الجديدة لعام 2019 إن شاء الله سيكون هناك قول كبير في التدخل وعادتها للحكومة المركزية من أجل حقوق أهل البصرة المواطن البصري يشكل على الآداء الحكومي للحكومتين الاتحادية والمحلية في تحسين الواقع الخدمي الذي له مساس بحياة المواطن ويطالبهم بأنصاف مدينتهم التي تشهد تظاهرات واحتجاجات بين الحينة والأخرى وأنصافهم من خيرات المدينة من الموانئ والنفط والمنافذ الحدودية لقناة سامراء الفضائية ماجد الصقر البصرة